أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بأن شاد ستدعم الترشيح سيد دروس أدهانوم في منصب على منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كممثل للقارة الإفريقية جاء ذلك في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم برئاسة الجمهورية بحضور وزيرة الصحة العامة بجانب معاوني رئيس الجمهورية الحبيب حامد محمد تدخل هذه المقابلة في إطار اهتمام فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بالقارة الأفريقية والنهوض بسواعيدها وكفاءاتها العلمية من أجل الوصول بأفريقيا قوية في المحافل الدولية وخلال توليه منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعب فخامته دورا كبيرا من أجل ترشيح الدكتور تيداروس أدنهم مدير عام لمنظمة الصحة العالمية وخلال الدورة الأخيرة للاتحاد الأفريقي اخترح فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو للرؤساء الدول الأفريقية بأن أفريقيا يجب أن تكون موحدة وتدخل بمرشح واحد وهو الدكتور تيداروس أدنهم وفي شهر سبتمبر من العام الماضي تقدم ست مرشحين لمنصب المدير العام في المنظمة بينهم فرنسا والتي تقدمت بالدكتور فليب دوستاباليزي وإيطاليا قدمت الدكتور فلافيا بستوريو ورشحت كل من فاكستان وهنغاريا وعدد من دول العالم ولكن مرشح القارة الأفريقية قد يكون الأقوى بين كل المرشحين ومقابلة اليوم تندرج في نفس الإطار حيث أكد فخام الرئيس الجمهورية لمرشح أفريقيا بأن شاد ستقدم له الدعم اللامحدود وذلك من أجل النهوض بالقارة الأفريقية والتي ما زالت تواجه تحديات صحية وتنموية وأشخل الدكتور تيداروس أدنهم منصب صحية كثيرة منها وزير الصحية العامة في جمهورية إتشوبيا الفيدرالية لعدة سنوات وكان له الفضل الكبير في تطوير عدد من البرامج الصحية في دول القرن الأفريقي ووضع استيراتية طويلة المدى للصحة العامة في إتشوبيا أصبحت مثالا يقتدى به في عدد من الدول الأفريقية المقابلة كانت بحضور وزيرة الصحة العامة سيدا جربتنا كرميل سوكات وعدد من مستشاري فخامته بمكتبه المدني والأمانة العامة ترجمة نانسي قنقر